اشتركوا في القناة إليك قائمة بالعناكب الأكثر فتكا لا تقترب منها أبدا ثامنا العنكبوت المتشرد هناك أسباب عدة لوضع ذلك النوع من العناكب في هذه القائمة أولها أنه عدواني وشائع إلى حد كبير لذلك تزيد فرص لدغات الفعلية بسببه كما أنه لدغ لدغات قوية للحيوانات استغرق علاجها أسابيع سابعا عنكبوت الأرملة الكاذبة توفيت حالة واحدة فقط بسبب هذا النوع عام 2014 وذلك بعد شهر علاج من الندغة على الرغم من تأكيد المتخصصين على سمية ذلك النوع من العناكب الذي لا يوجد به ما يقتل سادسا العنكبوت الرملي يتلون هذا العنكبوت بلون الرمال ويختفي بها حتى تصل إليه فريسته لذلك قد تحتاج إلى 15 سنة حتى تتقن تقنية صيده ويمكن أن يشكل خطرا على الإنسان خامسا عنكبوت العصلى من إيجابيات ذلك العنكبوت أنه خجول ومنعزل نسبيا لأنه في الأغلب لا يوجد علاج فعان للدغاته وفي بعض الحالات تحتاج الأطراف التي لدغت للبتر لأنه يسبب حفرة عميقة رابعا العنكبوت الأصفر الكيسي هذا النوع من العناكب له حجم صغير وشكل ملفت لكنه يستطيع أن يقدم لدغة مؤلمة جدا يليها حمرار وتورم يمكن أن يتطور لقرحة ويوجد سم العنكبوت في الكيس الأصفر ثالثا العنكبوت الأسترالي يتميز ذلك النوع بوجود غطاء صغير من الشعر في مؤخرة الجسم ويطلق عليه الدرع وهي مخلوقات ليلية تفضل المناخ الرطب لدغة واحدة من تلك العناكب تهدد حياة البشر على الفور ثانيا العنكبوت البرازيلي يعد هذا النوع من أشد أنواع العناكب سمية في العالم بموسوعة جينيس ويتواجد بأمريكا الجنوبية لدغته يمكن أن تقتل شخصا في غضون دقائق في المرتبة الأولى عنكبوت الأرمالة السوداء تتميز إناث تلك العناكب بوجود علامة تشبه الساعة الرملية على بطنها وتقوم الأنثى بأكل الذكر بعد التزاوج وقبل اكتشاف ترياق مضاد للدغات العناكب كانت 5% من لدغات الأرمالة السوداء قاتلة إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون أول من يتوصل بجديد الفيديوهات